لو احنا النهاردة بقى هنتكلم تحديدا على هذه المباراة وطبيعة الفريق المنافس وطلاقع الجيش وهذا الفريق اللي ماينفعش نستهين به وماينفعش نقول مطش سهل وحيعدي برضو ليه طبيعة المطش ده لانه مختلف شوية الفريق اللي احنا بنلعبه مش هو ده الفريق اللي احنا لعبناه في الدوري واللي كان سبب يعني فيه التعادل بالتالي يعني خسارتنا للدوري لحد كبير لا احنا بنتكلم ان دلوقتي لعيبة تانية خلصتها فقط جديدة فيه لعيبة اساسية يعني مشوا او رحلوا عن تلاقع الجيش فيه شوية يعني مستجدات ربما تحسب ان هي عقبات لفريق تلاقع الجيش فخلينا برضو نعرف رؤيتك لهذا الفريق النهاردة هي مباراة واحدة خلاص فهي عشان كده بقول ايه دايما انا باخد بالاسباب ان انا عملت معسكر ولو حتريك تلاحظي انه كانت الخطيب معاهم من 4 ايام يعني بحيث ان انا يعني اي حاجة دايما ان انا برا الصورة ببقى برائب اللي جوبة البرواز ايه اللي بيحصل ما بين اللعب ده واللعب ده اللعب ده محتاج نفسيا ايه المدير الفني فيه حاجة ممكن تكون فيت عليه نفسيا مش فنية انا ممكن ان انا اه يعني ايه اه الاقي لعب متوتر اواعد زي حسان مثلا لسه داخل على المنظومة جديد فبيحاول يدي له نوع من انواع السقة طبعا الجهاز الفني بيعمل الكلام ده لكن لما كان برضو كابتل خطيب يقول الكلام ده اللعيب بتبقى لها وقع تاني صحيح عملية التغيير اللي حاجة بتقول عليها دي طبعا هي ممكن تتاخد انها هتبقى نقطة صلبية بالنسبة للطلقة لكن مفيش شك ان هم برضو واخدين اكتر من 11-12 آآ 12 صفقة جديدة علشان عملية الانسيجية المرحجات دي طبعا بتبقى صعبة جدا يعني وعيزة وقت وهم بيعتذروا يقول احنا عايزين يعني الماتش ده بالنسبة لنا آآ ماتش ازاي والاتحاد الكورة هياخد القرار ده ازاي الكلام ده ممكن يكون يعني ممكن ايه من استهلاك الاعلامي بس يعني استهلاك الاعلامي علشان بقى ايه يحاول نوع ايه يعني يريحك شوية او يخليك تهدى طبعا الكلام ده مش هيحصل في النادل قابي وإلا كان الفريق سافر ليلة المباراة وخلاص لا النادل قابي بيحترم قوي الطلاقة وبيحترم قوي لعبته ايا كان اللي هيلعب بيه هل هيضيف اربع خمس عناصر يلعاوه في ماتش النهاردة ولا لا علشان كده اخد بالازباب ثم يدرسه كواس قوي بداية المباراة فنيا هيبقى مسيماني عليه دور مهم جدا اننا يبقى فيه توازن لانه هو هيلعب على المرتد يعني عبد الحميد باسيوني هيلعب على المرتد قتيجة ان هو هيحاول يأمن زي كل ما تشته معاني يعني حتى لو بتفتكروا حضراتكم ان اتشتنا دايما ما كانش بيعتمد على الاستحواس قصة المرعاة كان دايما ياخدوا الكورة والمدافعين يروحوا لعبينها طويلة اه طبعا لعمر جمال ويستغلوا اي صغرى ان وجدت عشان يستغل كورة العالية ويستغل ان عمر يعني بيلتحم وهو لاخره وبعدين يحاولوا مع مرعي مع منسي يعني يحاولوا يعملوا وده اللي بيحصل انه في فترة كنا احنا كاسبينه واحد سفر وفضل ثواني وجيت تعادل مرعي ومنسي من ضمن الناس اللي رحلوا مؤخرا عن طلاقة الجيد طبعا وعمر طبعا رح برضو احدى عنديه فهو النهاردة ما عندوش التلاتة رص وحاربة دول بس اعتقد جاب رص حاربة انا يجيري هل هيتأقلم هل مش هيتأقلم انما احنا كبداية ان احنا لازم نبقى في البداية لو جبت هدف مبكر مش على حساب الجانب الدفاعي واعتقد الجهاز الفني هيبتدي يبقى عمل حسابه كويس قوي ان انا في المبارادية لابد وانا بهاجم يبقى فيه خط دفاعي برضو السرعة ترتدات يعني انا بهاجم كويس قويس قوي يعني المسلمان اول ما جاء على فكرة عمل كده كان مجرد ما الهاجمة ضعت مننا على طول بيروح عامل ضغط من تحت بس وقتها كان الولادنا ما كانوش مجهدين صورة كمان دي سمى غالبة عند معظم الفرق الافريقية حتة سرعة الارتدات دي عندهم عالية وكمان لياقتهم البدنية مساعدة على ده دايما الافريقية عندهم حتة التكوين المسلماني تلاقي الكعب بتاعه من تحت كعب رجليه احنا الكعب بتعمل بقى الازل كده هو عمل فديه بتديله دايما ابطال الجاري قوة دفع إضافية يعني دفع عليه اللي بيرتكز على مساحة أكبر فبيندفع أسرع يعني فهي دايما أبطال العالم في الجاري وفي السبقات دايما أفرق في المارسة المحجادي دايما أفرق فهو يعني إن شاء الله بكون اللعباتنا مليون في المية عارفين إن دي بطولة مهمة جدا بتتضاف للدولاب وأعتقد إنه هم عمليين حسابه بباس قوي وعمليين حساب إنه بصالح الجمهور بعد خسارتنا في الدولي اللي كانت بفعل فاعل بفعل فاعل يعني يعني شفتي في النص كده اللي كانت بفعل فاعل لأ ما لزق يعني هل نتحدث هل نتحدث بالتفاصيل ولا الخليلة فاتش النار لا خليلة فاتش النار ماشي